اهلا بكم مشاهدين الكرام فرضت امريكا عقوبات جديدة ضد شركات وافراد الروس لانشائها مخطط يهدف لتوريد وقد للطائرات الروسية في سوريا وقالت وزارة الخزانة الامريكية في بيان لها ان ادارة الاصول الاجنبية في الوزارة فرضت عقوبات ضد شركة وثلاثة موظفين وخمس سفن روسية بسبب انتهاكها للعقوبات المفروضة ضد نظام الاسد كما جمدت اي اصول لهم في الولايات المتحدة الامريكية ومنعت الامريكيين من التعامل معهم قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ان استعدادات تركيا والولايات المتحدة لانشاء منطقة امنة للاجئين شمال شرقي سوريا تمضي وفق الجدول المحدد وذكر اردوغان خلال كلمة القاها للصحفيين اثناء عودته من اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك ان استعداداتهم اكتملت ايضا على طول الحدود بغية ابعاد وحدات حماية الشعب التابعة لقسد عن منطقة حدودية بطول 480 كيلو متر قتل شخصان في تجدد للمواجهات بين مقاتلين من المعارضة وقوات النظام وميليشياته في مدينة الصنمين شمال درعا وقال مراسل حلب اليوم ان الاشتباكات تجددت في المدينة بعد مقتل عنصر على الاقل ووقوع جرحة في صفوف قوات النظام لترتفع الحصيل للثلاث قتلى خلال يومين مشيرا الى انه تم استخدام الاسلحة الخفيفة والمتوسطة في الاشتباكات قال رئيس المركز السوري للدراسة والابحاث القانونية انور البني ان المانيا اعلنت نيتها اطلق ما اسمته التحالف الدولي لمكافحة الافلات من العقاب خلال الاسبوع المقبل واوضح البني لوكالة اسمارت ان هناك رغبة دولية لمعاقبة الاسد على جرائمه مشيرا ان التحالف الجديد لا تقتصر مهامه على محاسبة نظام الاسد فقط بل تتضمن محاسبة جميع الانظمة الديكتاتورية وفق وصفه وصل نحو مئة لاجئ سوري من لبنان الى روما في اطار مشروع الممرات الانسانية التي تنفذه ثلاث منظمات بالتعاون مع وزارتي الخارجية والداخلية الايطاليتين وذكر موقع مهاجر نيوز انه من المقرر ان تتم استضافة هؤلاء اللاجئين في مختلف الاقاليم الايطالية على ان تبدأ فورا خطوة دمجهم في المجتمع وسيتم على الفور توفير المسكن ودروس اللغة للمهاجرين والحق الاطفال بالمدارس وتوفير فرص عمل لهم بمجرد حصولهم على وضعية اللجوء اعلنت وزارة الدفاع الامريكي عزمها نشر معدات وقوات امريكية في المملكة العربية السعودية واكدت وزارة الدفاع الامريكية عبر بيان لها نشرها بطارية باتريوت واحدة واربعة رادارات سينستيال وصواريخ وما يقرب من مئتين من الافراد للدعم بناء على طلب الرياض بعد الهجمات الاخيرة على منشآت ارامكو نهاية الموجز الى اللقاء اشتركوا في القناة